السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله رح نحلو موضوع جديد لهذا السنة لسنة الثانية متوسط الفصل الأول إذن رح نقرأ مع بعض الموضوع والأسئلة الخاصة بالموضوع ثم نبدأ في حلول انتهى هذا الفرض إذن تبعوا معي نبدأ على بركة الله بسم الله مرحبا اسمي وسيم عمري 12 سنة أنا طفل طويل ونحيف يسعدوني أن وعيدوني أعرفكم بمدرستي مدرسة تعوء كبيرة تحتوي على تسعميات تلميذ ويسعدوني أن يوجد الكبيرة تحتوي على تسعميات تحتوي على المكتبة إذن هنا رو يتحدث على المدرسة نتاعه ويتحدث على المخابر والأقسام وكل ما تحتويه المدرسة قال لك أحب مدرستي ماذا عنك إذن هذا هو النص لوصف مدرسة التلميذة هنا وش دار وصف نفسه في الفقرة الأولى وبعد وصف المدرسة هنا فقرة تجمع فقرتين لوصف النفس ووصف المدرسة إذن نبدأ في قراءة الأسئلة أعدنا الأسئلة الخاصة بقراءة النص وهي اسمه عمر وسيم مدرسته هو وصفه الخارجي I read the text and I write true ليهو صحيح ولا false ليهو خطأ وسيم is the name of the school وسيم هو اسم المدرسة صحيح أم خطأ there are 24 classes in منتوري محمد شريف انتحهم وزوج راح نلقا والعكس انتحهم نلقا مفردتين لـ small and fat وعكس عفوا أفداد لـ small وfat ومفردتين أو شرح لـ good looking and vast هذو نلقاولهم مرادفات أما small and fat فنلقاولهم أفداد من النص شوفوا الآن situation or mastery of language عفوا اللي هو الجزء الخاص بالقواعد I reorder معنى تأعيد الترتيب I reorder the following clues to make full sentences رايحين نرتبوا باش نتحصلوا على جمل صحيحة The science lab full stop next to the staff room is هذو ترتبوهم باش تتحصلوا على جملة صحيحة In the playground the school is middle of and full stop The bag the bag نقطة in front of sunglasses are and the ترتبوهم باش تتحصلوا على جمل صحيحة هنا ركزوا فقط في هذا التمرين نشوفوا الآن number two I match the preposition to their correspondent picture عدنا أربعة prepositions اللي هي in front of behind under و next to وعدنا أربح صور تتحدث عن موقع الكتب عدنا الأولى the books are the chair بالنسبة للكرسي والصورة الثانية تشوفوا الكتب وين راهي وتحطوا ال preposition اللي يناسبها عدنا الكتب تحت الكرسي خلف الكرسي بجانب الكرسي وأمام الكرسي I classify the flowing words in the chart below عدنا مجموعة من الكلمات رحينا نصنفوهم في الخانة المناسبة وين يكون silent H معنى H مكتوب ولا ينطق وين يكون silent D معنى تهدي مكتوب ولا ينطق ركزوا أيضا في هذا التمرين نروحوا الآن نشوفوا الجزء الأخير اللي هو situation of integration Write a short paragraph in which you describe yourself How old are you? What do you look like? رح نكتبوا فقرة بسيطة نصفو فيها أنفسنا شحال في عمرنا وتوصف نفسك كيف تبدو إذن فقرة بسيطة حول اسمك ولقبك والعمر نتاعك وأوصف نفسك الوصف اللي تحبوه إذن هنا انتم توقفوا الفيديو تحاولوا وحدكم ونبدأوا في الحلول name is wasim age of wasim 12 years old school باب القندرة middle school build he is slim boy إذن هادو نخرجناهم من النص حول wasim شوفوا مع بعض حل task 2 عدنا wasim is the name of the school إذن fools there are 24 classes in manthuri إذن true and there are about 90 pupils at manthuri محمد middle school إذن fools ماشي 90 900 أوكي أيضا هادو من النص ركزوا في القراءة وشوفوا موقع الجملة في النص رحين تلقاوا الإجابة task 3 كانوا عدنا two opposites and two synonyms إذن عدنا small opposite of big fat opposite of slim عدنا good looking synonyms handsome and vast synonyms large معنتها واسع هنا نقوله vast واسع ولا large أيضا واسع والآن شوفوا حلول الجزء الخاص بالقواعد إذن هنا كان عدنا إعادة الترتيب باش تحصلنا على ثلاثة جمل صحيح the staff room is next to the science lab the staff room is next to the science lab the playground is in the middle of the school the playground is in the middle of the school the sunglasses are in front of the back the sunglasses are in front of the back نكملوا الآن قال لك I match هنا رتبنا كل صورة بالنسبة لموقع الكتب مع مع عفوا الكرسي the books are under the chair الصورة الأولى الكتب أسفل الكرسي the books are behind the chair الصورة الثانية الكتب رهي خلف الكرسي الصورة الثالثة the books are next to the chair بجانب الكرسي والصورة الأخيرة the books are in front of the chair معنتها أمام الكرسي كان عدنا silent h والsilent d إذن عدنا silent h التي تكتب ولا تنطق in whistle what when and honest هنا الh تكتب ولا تنطق أما silent d فأيضا ال d يكون مكتوب وينطق مثل handsome handsome hedge Wednesday and edge d يكتب ولكن لا ينطق هذا وش معنتها حرف يكون silent معنتها نكتبوه ولكن ما ننطقوه إذن هذو هما التمارين الخاصين بالقواعد ذو كنشوفوا الجزء الأخير اللي هو written expression hello my name is salim I am 12 years old I live in تلمسان I am tall and slim boy ولا I am tall and slim نقطة هنا نديرو I am a tall and slim boy ولا I am tall and slim نقطة I have green eyes and small nose ولا I have green eyes and a small nose I wear sport shoes and blue jeans I wear sport shoes and blue jeans نقطة هنا الفقرة تعبروا عليها كما تحبوا فقد تتقيدوا بالمطلوب اللي هو توصف نفسك وتتحدث على نفسك إذن المعلومات هنا رح تكون خاصة بك أنت وليس بشخص آخر تكتب الفقرة باسمك وعندك حرية التعبير فيها أوكي إذن فقرة بسيطة وقصيرة ستكون كافية للأستاذ أو للأستاذة إذن وصلنا لخيتام هذا الفيديو أتمنى إن شاء الله يفيدكم هذا الموضوع تستفادوا نتلاقوا في فيديوهات قادمة إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه بقى وعلى آخر ترجمة نانسي قنقر